تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة تواجه أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على الصعيد الداخلي حماية اقتصاد الدولة والحرب على الفساد تمثلان الخطوة الأكثر أهمية لدى الأمير الجديد قبل شهر من توليه بشكل رسمي مقاليد حكم الكويت وضع الشيخ نواف يده على أحد أكبر الملفات تعقيدا ألا وهو الفساد عندما أعلن في الثالث والعشرين أغسطس الماضي أن أبناء الأسرة الحاكمة ليسوا فوق القانون موقف الشيخ نواف أتى على خلفية ما تردد عن ضلوع أحد أبناء الأسرة الحاكمة في قضية فساد كذلك الصعوبات الاقتصادية في ظل تراجع أسعار النفط وتداعيات أزمة كورونا على اقتصاد الدولة الخليجية الغنية بالنفط الشيخ نواف يعتبر شخصية أمنية ساهم بتأسيس وزارة الداخلية الكويتية وأجهزتها بشكلها الحديث كما أدار تحويل الجيش الكويتي إلى قوة عسكرية مجهزة بمعدات حديثة بعد تقلده وزارة الدفاع واكب الشيخ نواف أحداث عاصفة مرت بها المنطقة والخليج بعد احتلال العراق للكويت وتحريرها من التحالف العربي والدولي في الأزمة الخليجية بين قطر والبلدان الأربعة اعتمدت الكويت سياسة الوقوف على مسافة واحدة من الفرقاء لكن أكثر ما يمثل تحديا خارجيا للأمير الجديد هو الواقع السياسي والإقليمي الساخن المعقد وأزمات المنطقة المتصاعدة ليس آخرها الأزمة الخليجية والأزمة مع إيران والمشاكل في العراق المحاذي للكويت إضافة إلى ملف السلام مع إسرائيل